يصعد صباحكم جميعاً وأهلاً وسهلاً فيكم بنهار جديد وأسبوع جديد إن شاء الله يرب تكونوا مضيتوا عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومريحة وجهزين لتبدوا أسبوعكم بنشاط إحنا معاكم من هلأ لغاية الساعة 12 دائماً عبر هوا راديو راتانا وشاشة عمان تيفي اليوم أنا رح أكون لحالي نادية ما رح تقدر تكون موجودة ولكن عنا ضيفة مميزة جداً إنتوا حبيتوها وبتحبوا كلامها وبتحبوا حديثها إن شاء الله هلأ رح تكون معنا بعد هالأغنية يعني من أكتر الضيوف اللي الناس بتتفاعل معهم بتتفاعل مع حديثهم وبيعيدوا الحلقة مليون مرة وبوصلني أنا شخصياً ردود فعل إيجابية هي لما تكون عنا هدى الخطيب يصعد صباحك هدى يصعد صباحك رهب حبيبتي حبيبتي مبسوطة كتير لوجودك معنا و أنا كمان طبعاً للي ما حضر الانتروفيوز الماضية لهدى هدى هي مدربة مهارات حياتية ومعالجة شعورية وكل مرة بنختار موضوع نحكي فيه اليوم بدنا نحكي عن كارما العلاقات يعني أنا شفت إليك فيديو على انستغرام وصراحة استوقفني كتير لأنه في كتير أشخاص وإحنا بيصحصح دائماً بنحكي عن مواضيع تخص الفشل بالعلاقات العاطفية وفي أشخاص ببطلوا يعرفوا السبب بصيروا يقول لك يا عمي خلاص شكلوا أنا الغلط ولا علاقة إلي عم تزبط ولا علاقة عم بتمش شو يعني كارما العلاقات أو الناس غلط أو بطل في ناس منيحة بالحياة بالزبط الكارما هي قانون السبب والنتيجة مش بس بالعلاقات بكل إشي بالحياة يعني فيه سبب صار نقدى لنتيجة معينة يعني الإنسان بده يتطلع على الواقع تبعه إذا الواقع تبعه مش عاجبه معناته فيه سبب هو قام فيه فعل وصارت إليه ردة فعل يعني سبب ونتيجة لكن الكارما هي هذا بالظاهر الكارما هي كتير أعمق يعني بتتدرج تحت طبقات 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 روحانية وطبقات تحت السوب كونشيس اللي مخزن اللاواعي واللي نحنا ما منعرف إنه هذا الشيء النية فمنظلنا نكرر الشيء بناء على تجاربنا القديمة بناء على مخاوفنا على الانسيكوريتيز تبعتنا على صدمات الطفولة منظلنا نكرر وللأسف الرهف اللي بحسوا بأغلب الناس إنه لا لا أنا طلعت من هاي خلاص أنا شافيت أنا طلعت من هاي الصدمة لا أنا منيحة فهو مخزن هو نحنا منعتقد إنه نحنا أحيانا نمناح وإنه الصدمات تخطيناها لكن مع الوقت لا الردود الأفعال والأشياء اللي بيجذبوا الإنسان يؤتراكت الأشياء اللي موجودة بالسوب كونشيس سألت هودا تحت الهوى سؤال قلت لها كيف الواحد بقدر يعرف إنه هو عنده كارما أو إنه هو عنده مشكلة بعلاقاته يعني مرات يمكن الناس بتدخل بعلاقاته بتفشل عبا ما توصل للعلاقة الصح أو العلاقة المناسبة فكيف أعرف إنه هذا الفشل اللي دخل فيه ما اللي دخل بالناس بس كتير حلو سؤالك أول إشي أنا رح أحكي عنا بطريقة أنرجي أوكي يعني أنتي كإنسان لما بتتغير الأنرجي تبعتك وتتغير ذبذباتك بتبدأي تأتراكت الأشياء اللي بتحسي حالك أنتي you are aligned with the universe you are aligned with yourself في عندك peace داخلي في عندك سلام داخلي هاي الدائرة الظلامية اللي كتير أحداث أحداث عم جب لك خيبة أمل عم جب لك توتر سواء بالعلاقات أو بإشي تاني بتحسي كله بلاش يدوب وينزل بتحسي الأنرجي تبعتك رجعت تتجددت حتى لو كنت بفترة معينة ما عندك علاقات لكن انتي in peace with yourself بتحسي انك انتي you are satisfied عندك حب لذاتك ما عندك نقص وحاجة بدك علاقة لما بتسكري هاي الفراغات اللي موجودة بداخلنا ومنحس انه it's okay انا بفترة من فترات ما يكون عندي علاقات رح يجيب الوقت المناسب لكن انا عم بعيش حياتي يوم بيومو دوامة طاقية بتضلك في عندك مدو جزر عندك anger على أشخاص خارجي أو عندك anger من نفسك صح انه ليه انا دخلت بهاي العلاقة ليه انا عم بغلط نفس الغلط ليه انا عم بعمل هذا الشي نحنا والأشخاص مرايا انعكاس يعني عندك anger على الأشخاص عندك anger عن نفسك عندك خيبة أمل من الأشخاص توقعات انتي عم بتحطي عبئ على نفسك فنحنا we are related ما فينا نفصل حالنا طاقيا فأمتى بتطلع من هاي الدوامة وبتدخلي على دوامة بتحسي حالك انك انتي بالطريق الصح لما بتشوفي طاقتك ودبضباتك فعلا الماضي انتهى بالنسبة للك انتي عم تعيشي in peace مع حالك وبرده بتصير تحسي الانرجي الحياة عم تتناغم معك صارت تجيب لك أحداث من غير تدخلك انتي من غير ما انتي تفكري وتخططي بتصير الحياة تبدأ تبعت لك ليه؟ لانه انتي تركتي مساحة نحنا بنعمل مقاومة من مشاعرنا ومنظلنا حاملين هاي المقاومة كأنه عم نعمل مقاومة انه ما بدنا الحياة تبعت لنا انا بدي افكر انا بدي اخطط انا لما بتتركي مساحة بتنطفي الانرجي تابعتك بتنطفي دبضباتك بتكوني in peace مع حالك كل شيء رح يتغير ورح تحسي انه الطاقة خلاص فيه ناس عم الصح هم بيظهروا لك بحياتك وعم تجذي باشياء صح وعم تجذي باشياء صح كيف الواحد بقدر انه يتخلص يعني يمكن كتير سهل نحكيها حكي انه ارموا الماضي وخلاص اي طبعا وكوني متفائلة وا 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 لكن على ارض الواقع الواحد مرات عن جد بيمر بخيبات امال بيمر بمشاكل بيكون عنده غضب كتير كبير ومش قادر انه يتخلص منه او زي ما بيقولها يعني مش قادر انه يطوي الصفحة او يطلع حاله من القصة ايش السبل ان الواحد يقدر زي ما قلنا هيك يعيش بسلام وهدوء مع نفسه بتخيل هذا طموح الجميع بالزبط عشان هيك رهف انا اعملت بانا والتيم تبعي عملنا الموقع الويب سايت ونزلنا برامج تدريبية للتشافي ولتطوير الانسان كيف يطور نفسه ويطلع من هاي الكارما يروح على الدارما انا بسميها الدارما هي التعويض الالهي الفورتكس الطاقي الصح انتي كيف تعرفي حالك وكيف تشافي نفسك لانه سهل كتير ما تتعلق فيه تنشي هذا الرجال ما بستاهلك هذا كل ياته كلام متداول بالمجتمع لكن ما حدا بحس بالتاني يعني ما حدا بشعر بالتاني يعني كل واحد بقول لتاني لازم تكوني قوي ولازم تكوني اتحالي لا في احيانا الاشياء بالعكس مدمرة اكتر ما تعطي للرجال ما بصير تكوني معطاقة ما بصير تكون قلبك طيب فشو بصير الناس بياخدوا ردود فعل عكسية بيصير اللقم بيصير عم بتسكر حواجز ما عم تستقبل علاقات التوازن هو المطلوب والتوازن ما بتاخديه من النصائح من المجتمع لا من صاحباتك ولا اشي التوازن موجود في داخلك انتي موجود في داخلنا فعشان هيك هاي البرامج التدريبية نزلتها اونلاين هي بتعمل وتساعد الناس لانه بدك بدك برنامج بدك واحد وعشرين يوم بدك شهر شهرين اونلاين انتي تسمعيها وتتدربي عليها غير هيك اذا اقدر الواحد هو بينه وبين حاله يوقف ما يسمع نصائح الناس يعني احيانا ممكن حدا يكون بعلاقة مع شخص منيح تيجي انتي تتذكري انا قبل بعلاقاتي كنت معطاقة كتير بهاي العلاقة بيجوا صاحباتك وبيجوا اهلك وبيجي الام وبيجي الكل ما تعطي ما تفتحي قلبك تذكري شو كان انا ما عم بقول الصح والغلط ما عم بقول اه اعطي لكن عم بقول عالبالانس والتوازن والتوازن منه شي سهل احنا نكون بالانس منه يعني منه شي سهله انه امتى اعطي وامتى احب امتى افتح قلبي وامتى ما احط وجهات نظر من تجارب القديمة نحن دايما ندخل على العلاقات في بلوكيجز موجودة من التجارب القديمة ودايما عقلك بيذكرك اوعيك تعملي هيك لانه الماضي صار هيك اوعيك تعطيها ما تردي على التليفون لانه الماضي صار هيك فهذا المحتوى والازعاج اللي موجود بالعقل بيروح ببطل موجود تعرفي كيف يعني بتدخلي بعلاقاتك محالك جديدة ما في محتويات دهنية ما في صوت داخلي دائما في اصوات بداخلنا بين صوت عم بنبهك صوت فير صوت مخاوف صوت انسيكوريتيز وبين صوت انه انتي بدك جرأة وشجاعة وبدك تجربي اشي جديد فدائما بصير تضارب بين هاي الاصوات وبتصير بطلة تعرفي الصح من الغلط مية بالمية وبالنسبة هدى لموضوع تكرار نفس النمط قدي مرات منلاحظ بانه احنا انتي بتكوني مفكري انه هادول اشكال مختلفة سواء رجل لما بيختار نساء او المرأة طويل اصير كذا اشكال مختلفة نفس الطاقة ونفس العلاقة يعني اذا حدا مثلا زي ما قلت معطاء كتير هي بتكون هي دايما المعطاء مع اختلاف في الاشكال فكيف ممكن يعني موضوع تكرار النمط كمان ممكن يكون له حل لانه واضح انه هذا النمط ما عم بيجيب نتيجة ايجابية اه تكرار نفس النمط عادي سؤالك رهاب بمعنى انه في اشخاص او بنات بتلاقيهم دائما بينجذبوا ايبا لنفس نوع الرجال مع اختلاف الشكل الظاهري ولكن نمط العلاقة يعني ممكن هي بتنجذب الاشخاص بأزوها مؤزين او اشخاص مثلا بتحس انه هي بده تساعدهم بتحس انه هادل اشي اله حل كمان اه طبعا كل اشي اله حل ما فيشي ما اله حل هلا كيف بتبدأ عشان نرجع لموضوع الكارما الكارما بتبدأ انه ان الانسان خلق او اوال علاقات بتأثر في البنت مع ابوها والولد مع امه واحيانا البنت كمان مع الام في روابط وجزور روابط تيجي هاي الروابط هي صدمات وفي انا دائما بسميها علاقاتنا مع الام والاب هي علاقات مد وجزر تبدأ هون المد والجزر عشان الناس تفهم شو الكارما لوف هيت ريليشنشيب حابة اهلي بس رافضة الشي اللي عم بعملوا ليه رافضة طباعهم رافضة انانيتهم انا كيف بشوف الانسان كيف بشوف يعني يمكن ما يكون اه يمكن هو مش صح بس انا هيك شايفة ما اهتموا فيه وانا صغار اه وانا صغيرة امي مشغولة بالشغل وما اهتمت فيه هادي انرجي بتتكون بتضلها بتكبر 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 شو عملت عملت فراغة عاطفي تكبر الوحدة بتصير مش هي عائلها شو بدها تجذب بيصير هاد الفراغ العاطفي يجذب لحتى حدا يسكر هاي الفجوة فهي ليه لحنا بنحط بالكارما عشان نتعلم الوزدم تعلم الحكمة لما بتتعلم الحكمة والوزدم من علاقاتك اول شيء لازم تشافيه طبعا جزور علاقات الام والاب وهذا اللي بنعمله نحنا عنا بالاستشارات الخاصة لما تشافي جزور علاقاتك الام والاب وتغيري الانرجي وجهة نظرك اتجاههم وتصير تحبيهم تسامحيهم تتقبليهم متل ما هم خلص في اشي فيك جوه تغير بيصير جذبك مختلف اوكي كتير حلو فهدف التكرار الانماط هي عشان نفهم الرسالة ونفهم الدرس لكن في ناس كتير بعلقوا بهاي الشغلة سبع سنين وخمس سنين وثمان سنين ومو قادرين يفهموا الرسالة لانه مو قادرين يكتشفوها ديب انسايد والمشكلة انه اليوم او مش المشكلة الحلو انه اليوم فيه اشخاص متل هدى بقدر انهم يساعدونها وما تعيشوا بنكران يعني دائما يعني شوفوا انا دائما بقول انه الحياة هلا عم بتكون كتير حلوة بس كتير صعبة مية بالمية كتير مرات الواحد عقله ما عمبستوعب حجم التغيير اللي عمبصير يوميا يعني انتوا فاكروا فيها الديه كل يوم ححنا متعرد له ناس ولقاءات وممكن كله يكون فيه خيبات أمل وغضب وسترس ووا ووا فما تستحو انكم تطلبوا المساعده من الاشخاص المختصين عشان تقدروا توصلوا لأفضل نسخة من انفسكم مية بالمية بتعرفي رهف شو عم بيصير هلأ التكنولوجيا كمان مع ثريدز مع انستغرام مع 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 ما عم بتركولك مجال وانا هاي بقى لقيها كتير كتير خطيرة تقعدي لحالك تقعدي لحالك تعملي رفلكشن شو عم بيصير معك وهيك بتضلك تجذبين نفس الاشي يلا 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 الدنيا سريعة سريعة يلا معزومين هون ورايحين هون وشغل هون وهذا على الانستغرام خلصنا من الانستغرام يلا افتح ثريدز خلص من الثريدز على تيك توك السوشال ميديا عم بتغطيك كامل عم بتبرمجك عم تسرق منك وقتك وحياتك وانتي متغيبة بتوصلي لعمر معين بتقولي انا ما حققت الشيء اللي بدي اياه وين انا وهاي كتير شغلة خطيرة ودايما بنبهها لعملائي ومتابعيني لازم يكون في ساعة اليوم نعمل رفلكشن شو هي مشاعري شو بشعور اليوم عمره حدا علمنا انا هاو دو اي فيل اليوم شو عندي شعور عندي شعور خيبة امل طب لي عندي شعور خيبة امل طب انا عندي احباط من شو هادا الاحباط نعمل تراك لمشاعرنا داما مفكر انو اه انا اليوم فاي امودي مش منيه مافي هيك اشي انا مودي مش منيه لي مودي مش منيه في اشي من الماضي رجع زكرك عرفتي لحتى رجع نزل مودك اما مافي انسان هلا نحنا الهدف تبعنا انو الانسان يوصل للبالانس ويكون الانيند هاي الارجح بالتأرجح بالمشاعر مودي اوب متفاقلة يوم وايجابية مودي داون هادا مش صحي ومش حقيقي الصحي الحقيقي انك انت تكوني بالانس مش قصة موضوع ايجابي او سلبي انك انت تكوني متوازنة وتفهمي حكمة الحياة وش عم بيصير معك في داخلك كتير حلو يا جماعة اعملوا فالو لهدى الخطيب على انستغرام في كتير فيديوهات محفزة وفيديوهات بتساعدنا وبالاضافة للواب سايت اللي ذكرتيها وانشاء الله رح نصير نشوف هدى بشكل دوري عشان تكون سلسلة من اللقات شكرا لك هدى نواتينا اليوم والمعلومات كتير مهمة وانشاء الله هاي الحلقة كمان بتلاقوها على يوتيوب قناة عمان تيفي شكرا لك هدى